بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة على قناتنا قناة مصر للتعليم الفني الحلقة النهاردة احنا بنوجيها لطلبة الصف الثالث تريكو إلي وهاشتغل معاكم مادة جميلة جدا بنحبها من سنة أولى هي مادة التراكيب البنائية طبعا مادة التراكيب البنائية كنا بنحبها لسبب ايه هو السبب تخيلوا عشان ما بتحتاجش مذاكرة لكن بتبقى محتاجة تركيز ومهارة في الرسم يعني كل ما بنرسم أكتر كل ما قدنا بتبقى أفضل كل ما بناخد درجة أعلى طبعا مادة التراكيب في الدبلوم عليها خمسين درجة عايزين نستغلهم كلهم وناخد أكبر عدد منهم طب هناخد أكبر عدد منهم إزاي لازم استفيد بإيديا ومرا إيديا كويس جدا قبل الامتحان يعني لازم طول ما أنا قاعدة كده أجيب غرزة ورسمها عشان أبدأ أعود إيديا دايما عن الرسم هنبدأ النهاردة أول حلقة لينا مع مادة التراكيب وهنبدأ فيها بالباب الأول وهو التراكيب البنائية للغرزة العائمة هناخد جزء نظري صغير جزء نظري دا لإني في الامتحان بيجيلي لو جالي يعني جزء نظري بيبقى صح وغلط أو أكمل وبيبقى سؤال واحد وبسيط فهناخد الجزء النظري اللي ممكن يجيلي في الامتحان لكن الأساس عندي هو الرسم يبقى احنا هنعرض كل غرزة وهنبدأ نشوف إزاي نرسمها بإدينا طيب عندنا هنا أول حاجة عندي هنتكلم فيها عن التراكيب البنائية لأقمشة الغرزة العائمة دي أول حاجة عندي هنستخدمها طيب نحب نعرف كده الغرزة العائمة هي إيه وهي تلك الأقمشة التي يمتد فيها الخيط أفقيا عبر إبرة أو أكثر دون تكوين غرز وذلك لأن الإبرة لا ترتفع أصلا وبالتالي إيه لا تتمكن الإبرة من ارتقاط خيط ودي حاجة إحنا خدناها في سنة تانية السنة اللي فاتت خدنا في سنة تانية يعني إيه غرزة عائمة ويعني إيه غرزة معلقة تمام خدنا غرزة عائمة معناها إن الإبرة ما بتطلعش أصلا وببيع إنها ما طلعتش فالخيط بيمر خط مستقيم أفقي عبر إبرة أو أكثر حسب ما أنا عايز يبقى معنا كده غرزة عائمة معناها إن الإبرة ما بتطلعش من مكانها طب هم قالوا الغرزة المعلقة لا الغرزة المعلقة وضع تاني الغرزة المعلقة بتطلع لكن بمستوى يسمح لها إنها طلقت خيط وما تصرفش ده كان بالنسبة لنا تعريف الغرزة العائمة نكمل مع بعض ونشوف استخدامتها تستخدم فيه أنتاج أقمشة ذات تركيبات مختلفة كما تستخدم فيه إنتاج أقمشة جاكار على وجه واحد أو وجهين ودي طبعا التصميمات اللي إحنا هناخدها إن شاء الله في الباب التاني طب إيه يا خواص الغرزة العائمة عشان نبقى عارفين لأني دايما بتجيلي في صحة وغلط وبتلغبطنا القماش أقل جدا في العرض يبقى أنا الغرزة العائمة بتاعتي قماشها أقل في العرض كمان أقل في المطاطية إحنا عارفين أنا أقمشة التريكو بتتميز بالمطاطية دي أهم حاجة عندي في أقمشة التريكو لو إحنا وجينا قطعة نسيجة عادي وقطعة قماش تريكو بعرف الفرق ما بينهم بالمطاطية يبقى أنا عندي الغرزة العائمة أقل في العرض وأقل في المطاطية دي تعتبر من خواص الغرزة العائمة طب إيه تاني عندنا من خواص الغرزة العائمة نكمل عندي كمان أقل في السمك أقل في السمك يبقى أقل في المطاطية اقل في العرض وكمان اقل في الصمك دي كانت استخدامات الغرزة والعائمة وخواصة طب نكمل مع بعض واشوف خواص الغرزة المعلقة احنا اتفقنا يعني ايه غرزة معلقة ايوانا لسه ايلى من ثواني معنى غرزة معلقة معناها ان الابرة بتطلع لمستوى يسمح لها انها طلقة خيط لكن ما تصرفش لمدة ساطرة او اتنين او تلاتة زي ما انا عايز عكس الغرزة العائمة طب خواصة ايه اول حاجة قماش اقل نسبيا في المطاطي طب ايه تاني قماش اقصر عرضا يبقى الغرزة العائمة كان القماش بتاعي اقل في العرض لكن الغرزة المعلقة القماش بتاعي اقصر عرضا كمان القماش بتاعها اقصر سمكا ونكمل مع بعض واخد الغرزة المعلقة الغرزة العائمة ده شكل الغرزة العائمة بتاعي لو احنا بصينا قدامي هلاقي ان ده الاسلوب التصويري والاسلوب الرمزي والاسلوب الخرائطي يبقى دول الثلاث اسلوب بتاعي طب وهم دول الثلاث اسلوب اللي انا دايما برسم بيهم الغرزة في الباب الاول مبدئيا اه هنكتفي بالرمز والخرائطي والتصوير لكن في الباب التاني اللي هو التصميمات هنضيف اسلوب كمان ايه هو الاسلوب الوصفي اللي انا هبدأ اوصف فيه تنفيذ التصميم طب والباب التالت هنزود حاجة كمان هي اوضاع الكامت يبقى انا قدامي دلوقتي الغرزة العائمة بالاسلوب الرمزي والخرائطي والتصويري و احنا تعودنا من سنة تانية ان احنا نرسم لكل غرزة الثلاث اسالين بتاعها طيب عايزين بقى نحضر مع بعض وراء وقلم ونبدأ نشوف ازاي انا ممكن ارسم الغرزة دي قدامي طب وبيجيلي السؤال بتاعها ازاي لا سهلة جدا انا ممكن يجيلي سؤال رمزي ويقول لي ده اسلوب ايه يقول له ده اسلوب رمزي يقول لي الغرزة ايه ما مش يقول لي اسم الغرزة اقول له الغرزة العائمة يقول لي يكمل بقية الاسلوب لا ده ممكن يجيلي بطريقة تانية يقول لي ارسمي الاسلوب الرمزي والخرائطي والتصويري للغرزة العائمة يبقى شكل السؤال لأساليب كثيرة جدا أهم حاجة عندي إن أنا بقى عارفة إزاي أرسم الأسلوب الرمزي أرسم الأسلوب الخرائطي وإزاي أرسم الأسلوب التصوير نبدأ مع بعض كده بدايتنا ونبدأ نرسم هنحضر مع بعض الألم بتاعنا والمصطرة وطبعا بيفضل مصطرة الدواير عشان نبدأ نشتغل طيب عايزين أول حاجة هنرسب الأسلوب الرمزي أنا عندي هنا الأسلوب الرمزي بتاعي على ثلاث إبر وثلاث سطور أهو أول حاجة برسم الأسلوب الرمزي بحدد الثلاث إبر والثلاث سطور بتوعي أهم بالشكل ده كده ولازم أستخدم المصطرة في طريقة شغلي عشان أطلع شغلي مظبوط أهو أنا كده حددت المساحة بتاعتي طيب أكمل وقسمها إلى تلاتة وده أقل لتركيب أنا ممكن أعمله للغرزة العائمة أهو أنا عملت كده تلات مربعات عرض وثلات مربعات طول ده كده عبارة عن الإبرة الأولى الإبرة التانية والإبرة التالت طيب وهنا ده السطر رقم واحد السطر رقم اتنين والسطر رقم تلاتة طيب احنا كنا وغدين في سنة تانية إن رمز الوجه رمز إيه إكس يبقى الغرزة العائمة هنا هناخدها على وجه واحد هو وجه المكينة عشان كده عملنا رمز الإكس عملت هنا في الأول وفي الآخر رمز إيكس يعني غرزة وجه وسبت في النص مربع فاضي ليه؟ لأن هي دي الغرزة العائمة بتاعتي وبعد كده عملت تلاتة إيكس يعني تلاتة وجه يعني معنى كده إن الوجه رمزه إيكس ده كده رمز الوجه رمز الضهر أو بالشكل ده والنقطة دي الغرزة المعلقة والمربع الفاضي دي الغرزة العائمة يبقى أنا عملت الأسلوب الرمزي طيب عايزين نعمل الأسلوب الخرائط هاجي هنا كده أهو وهعمل تلات سطور ليه تلات سطور؟ لأن دي قال لحاجة احنا قلنا هنشتغل فيها أهي تلات سطور بالشكل ده كده وبعمل مسافات عشان خاطر الإيبر ما تخشش في بعضها طيب احنا قلنا هنشتغل على الوجه طيب ده كده قديب الإيبر الأمامي هنا وهنا الخلفي وأنا عاملة هنا غرزة إيكس يبقى معنا كده أنا هشتغل على قديب الإيبر الأمامي هحط هنا أهو تلات إيبر على مسافات متساوية لأن احنا اتفقنا هنا أن دول تلات إيبر أهو عيد تاني تلات إيبر أهو على مسافات متساوية في الوجه بتاعي أهو طيب احنا كنا وغدين قبل كده في الأسلوب الخرائطي كده حد يفكرني غرزة الوجه تبقى عبارة عن أيوة في يونكل تحت بالشكل ده كده طيب وغرزة الضهر بالشكل ده طيب والغرزة العيمة بتاعتنا الغرزة العيمة قلنا أن هي بتبقى خط مستقيم زي ما اتفقنا طيب والغرزة المعلقة تبقى طلعة بالشكل ده طلعت لمستوى سمح لها أنها طلقت خيط وما تصرفش يبقى ده كده رمزي وده كده خرائطي طيب احنا كده طبقنا الأسلوب الرمزي وخدت الـ X يعني وجه واحد طب عايزين نطبق بقى الأسلوب الخرائطي هنا أول سطر عندي الثلاثة غرزة وجهة أهو بمشي كده وبنزل بالشكل ده كده وبطلعتين يبقى أنا كده عملت أول سطر عندي طب السطر الثاني أيوة الأولى الأولى لف عليها غرزة وجهة بالشكل ده أنا بقف عشان تشوفيها وبعد كده بمشي خطة هي مشي تخط مستقيم لأن احنا قلنا بتعرفها إنها بتمشي خط مستقيم عبر إبرة أو أكثر وده كده السطر الثاني طب السطر الثالث أهو برضو هنا بس هنا بقى إيه التلاتة اشتغل طبعا أنا بشتغل بأدية عشان الوقت لكن إنتوا المفروض تشتغلوا بالألم والمصدر طيب أحنا كده عملنا رمزي أهو وعملنا خرائتي وعايزين نعمل تصوير التصوير بتاعنا أنا هعمل النقط بتاعتي على مسافات متساوية أهي ولتكون أربع مربعات عرض وأربع مربعات طول في طلبة تانية بتقول لأ أنا عايزها أوسع فهعملها خمسة وخمسة براحته أنا أهم حاجة عندي الانتظامية إن المسافة اللي بالعرض تبقى قد المسافة اللي بالطول طيب أول واحدة إحنا قلنا انتفقنا إن وجه 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 تمام يبقى أنا هبدأ هنا أرسم غرزة وجه وإحنا عارفين إن غرز الوجه في الأسلوب التصويري عبارة عن نص دايرة بالشكل ده ده كده الرأس وبعد كده الصاقين بالشكل ده وبعدين القدمين ده كده شكل غرزة الوجه رأس وصاقين وقدمين طيب ما الغرزة الظهر كده نفكر بعض بها برضو عبارة عن نص دايرة بالشكل ده كده الصاقين كده والقدمين بالشكل ده كده طبعا القدمين دول اللي بيتم فيهم تشابك الغرز ببعضها يبقى دي كان التصويري لغرزة الوجه وده التصويري لغرزة الظهر احنا هنا كلها غرزة وجه طيب تمام أول سطر عندي غرزة وجه عملت الوجه بتاعي كله طيب السطر الثاني الأولى وجه وبعد كده عيمة وبعد كده وجه طيب نطبقها ازاي دي أهي الأولى وجه والتانية أنا سبتها فاضية والتالتة وجه بالشكل ده كده طيب السطر الثالت كله غرزة وجه هبدأ اشتغل كله غرزة وجه اهو بالشكل ده كده يبقى أنا كده عملت الأسلوب التصويري وعايزة كمل هوصل الساقين بتوعي اهو بالشكل ده كده اهو هوصل الساق التانية ناخد بالنا من توصيلاتنا تكون مظبوطة طب هنا بقى اه هنا بصوا بقى مشيت لغاية ما نزلت لغاية تحت بص تولت ازاي معناها ان الابرة ما طلعتش وما لقطتش خيط اهو زي ما احنا شايفين اوصل تاني الساطر التاني اهو والساطر اللي بعده اهو عملت الساقين وبعمل الساقين التانيين اهو بالشكل ده كده انا كده عملت الرأس وعملت الساقين فاضل بقى القدمين اللي انا بشبك بيهم الغرز احنا عارفين انه بيتم تشايب غرز التريكو عن طريق القدمين زي ما انا شايفه اهو طب دي هتروح فين اهو احنا اتفعنا ان هي بتمشي ايه خط مستقيم تمام يبقى هتمشي اهي خط ولان دي غرزة وجه فتقطعت بالشكل ده كده لكن لو كانت غرزة ضهر كانت تمشت خط مستقيم لكن لانها غرزة وجه فاضطرينا ان احنا نقطع الخيط يبقى دي كده كان الاسلوب التصويري للغرزة العائمة بتاعتي طب احنا كده رسمنا اسلوب رمزي اهو عبارة عن 3 ابر و3 سطور ولو جينا عدينا هقول ان دي ابرة رقم 1 دي ابرة رقم 2 ودي ابرة رقم 3 وقادي السطر الاول والسطر التاني والسطر التالت قلت ان السطر الاول كله غرزة وجه زي ما احنا شايفين السطر التاني الاولى وجه والاخيرة وجه وفي النصر غرزة العائمة اما السطر التالت فكله وجه رسمنا له الأسلوب الخرائتي وقلنا أنه في الأسلوب الخرائتي غرزة الوج على شكل فيونكا التحت غرزة الظهر فيونكا الفوق زي ما احنا شايفين نتيجة النيابة تلفة على الإبرة دي الغرزة المعلقة بتاعتي اللي هي نتيجة أن الإبرة طلعت له مستوى ومعطيتش خيد أما آخر حاجة عندي هي الغرزة العائمة اللي بتمشي خط مستقيم يبقى دي غرزة وج غرزة ضهر غرزة معلقة واتفقنا أن معنا كلمة معلقة معناها أن الإبرة بتطلع لمستوى يسمح لها أنها طلقت خيط لكن ما تصرفش أما الغرزة العائمة ما بتطلعش أساسا فعشان كده بيمشي الخط بتاعي خط مستقيم رسمنا لها الأسلوب الخرائتي بتاعنا على ثلاث سطور وعملنا لها الأسلوب التصويري وكده يبقى احنا خلصنا مع بعض الغرزة العائمة بالأسلوب الرمزي والخرائتي والتصوير ونكمل مع بعض يبقى احنا خدنا كده الغرزة العائمة بالثلاث أساليب بتاعنا الرمزي والخرائتي والتصويري واتفقنا أننا لازم أمرن إيدي طول ما أنا موجودة كده أقعد أرسم عشان كل ما برسم أكتر كل ما إيدي بتبقى أفضل وقلنا أن احنا بنرسم بتلاث أساليب الأسلوب الرمزي والخرائتي والتصويري وأقل لحاجة أنا ممكن أعملها في الغرزة العائمة هي تلاث إبر وتلاث سطور لا ده أنا ممكن أزود ممكن تبقى أربع سطور خمسة ستة ممكن أزود برحتي عادي ما فيش أي مشكلة طيب وهنبدأ مع بعض بقى أقمشة تانية اسمها أقمشة السينجل جيرسي إيه أقمشة السينجل جيرسي دي اسمها سينجل طب ومعنى كلمة سينجل يعني إيه فردي يبقى معنى كلمة سينجل جيرسي معناها أقمشة بتنتج على وجه واحد هو مين بقى هو مين الواجه ده ما إحنا لسا قيلين دلوقتي أن الغرزة العائمة إحنا خدناها على وجه المكينة طب ومال مين بقى السينجل جيرسي اللي إحنا هنبقى وجه واحد أيوة إحنا هناخد أقمشة السينجل جيرسي على وجه واحد ولكن هو الضر هناخد ثلاث غرز من اقمشة السنجل جيرسي ايه هما هناخد الاكورديان وغرزة الحشو والغرزة الوبري طب واحنا بنستخفيد ايه من الغرزة السنجل جيرسي دي لا دا ممكن انا استخدمها في استخدامات كثيرة جدا في اسناع عملية التشغيل لا دا انا كمان بيبقى عندي فيها مضاف خط اخر باسلوب الغرزة العائمة والمعلقة والعادية يعني بيبقى عندي خيط داخل في المنسوك دا بالنسبة للاكورديان بس لكن الحشو والوبريه الخط التاني بيبقى خيط زيادة يعني ايه خيط زيادة يعني لو انا شلته هلاقي القماشة هتفضل زي هي متمسكة يبقى هنبدأ مع بعض باقمشة السنجل جيرسي وناخد فكرة عنها نشوف مواصفاتها قوصها وكمان هندرس انواعها وهنرسم كل نوع مع بعض رمزي وخرائتي وتصوير نكمل مع بعض دي كده اقمشة السنجل جيرسي وهي الاقمشة التي تحتوي على تحتوي على ايه على الغرزة العائمة والمعلقة غرزة عائمة ومعلقة وهي ابسط التراكيب النسجية التي تنتج على وجه واحد يبقى ابسط التراكيب النسجية اللي بتنتج على وجه واحد تعتبر اقمشة السنجل جيرسي نكمل مع بعض ايه يبقى خواص السنجل جيرسي اول حاجة القماش له وجه وله ظهر يعني القماشة بتاعتي لها وجه ولها ظهر الرقم اتنين مططيته في الاتجاه العرضي ضعف الاتجاه الطولي يعني المططية بتاعتنا في العرضي بتبقى ضعف الاتجاه الطولي رقم ثلاثة يمكن قر المنسوج من كل الاتجاهين طبعا معنى كلمة قر يعني فك يعني انا ممكن افك القماشة من الاتجاهين ده كمان بيقولي القماشة ممكن يلتوي عند حوافه يعني ايه عند حوافه لو عند البراصل بتاعتي عند الجنبين ممكن الاقي القماشة فيها عملية التوئة. خلاص يبقى انا ممكن كمان اقره من الجنبين عشان كده بيقول لي يمكن ايه? قر المنسوج من الجانبين ويلتوي عند حواس. دي كانت من خواص اقمشة السنجل جيرسي. وطبعا ليها وجه وليها دهر. طيب نكمل مع بعض وناخد مشتقاتها. احنا اتفقنا ان مشتقات السنجل جيرسي هيكونوا تلات غرز. ايه هما التلات عندي غرز الاكورديان وغرزة الحش والغرزة الوبرية. هنبدأ اول حاجة عندنا باقمشة الاكورديان. اقمشة الاكورديان هي الاقمشة التي تنتج باستخدام. باستخدام ايه? الغرزة العائمة والمعلقة والعادية. وبيتم فيها تغذية الماكينة بخطين. احداهما لعمل الغرزة العادية والاخرى لعمل الغرزة الايه? العائمة والمعلقة والعادية يعني معنى كده ان السطر بتاع اللي باللون التاني هلاقي فيه غرزة عادية وهلاقي فيه غرزة عائمة وهلاقي فيه غرزة معلقة يبقى احد اقمشة السينجل جيرسي هو اقمشة الاكورديان اللي بتزود الماكينة فيه بخيتين واحد عشان يعمل لي الغرزة العادية اما الخط التاني اللي هو هنستخدم فيه بقى لونين هنا يبقى اللون التاني او الخط التاني انا بستخدمه عشان اعمل بيه غرزة عادية واعمل بيه غرزة معلقة واعمل بيه غرزة عادية وناخد ببنة كويس قوي ان انا لازم وانا شغالة في الغرزة دي هشتغل بلونين لأ مش الغرزة دي بس ده الغرز اللي جاية كلنا بعد كده لازم حضرين ليها لونين طيب نكمل مع بعض ونشوف شكل غرزة الاكورديان ده شكل اقمشة الاكورديان بالاسلوب التصويري والاسلوب الرمزي والاسلوب الخرائتي طيب من الشكل اللي قدامي ده لو عدنا عدد الابر هلاقيه على كم ابرة هلاقيه على سبع ابر طب وكم سطر سطرين طب وانا سطرين هيزر لي حاجة لا طبعا سطرين مش هيزر لي حاجة يبقى انا لازم وانا برسم في الاسلوب التصويري عشان خاطر الرسمة تبقى واضحة عندي هبدأ ازود عن السطرين وليكن سطر تالت كمان عشان اقدر احدد شكل الغرز يبقى تاني غرزة الاكورديان هي احد اقمشة السينجل جيرسي والتي تنتج على واجه واحد هو الضه باستخدام خطين يتم تغذية الماكينة بخطين الخط الاول لعمل الغرزة العادية اما الخط التاني لعمل الغرزة العادية والمعلقة والعائمة يعني معنى كده ان انا هستخدمها بيها لونين تمام وعندي كمان من اهم حاجة في اقمشة الاكورديان وانا برسمها ان انا هلاقي التصوير بتاعها ما بيظهرش على السطرين لان التركيب بتاعها على سبع ابر وسطرين سبع ابر حلوين كطار لكن سطرين قليل فاحنا في الحالة دي بنعمل ايه في الاسلوب التصويري بزود حتى سطر واحد ثالث عشان ابدا ازر الغرزة طب ظهر قدامنا دلوقتي الاسلوب الرمز والخرائط والتصوير الغرزة الاكورديان طب عايزين بقى ننفذ الغرزة دي بتترسم ازاي نبدأ مع بعض ونحدد عدد الابر زي ما اتفقنا ان احنا قلنا هو على سبع ابر وسطرين هبدأ هنا واحدد الاسلوب الرمزي بتاعي على سبع ابر وعد ادي الابرة الاولى التانية التالتة كم ابرة قلنا سبع ابر اهو بالشكل ده كده الابرة الاولى التانية التالتة ربعة خمسة ستة ايه دي سبع ابرهم حددتهم وببدأ ارسم الخط بتاعهم كده اهو بالشكل ده كده وقلت ان هي على سطرين ايه دي سطرين اهم طبعا انا في الرمزي اه ممكن اعمل سطرين لكن في التصويري طبعا ما ينفعش هلاقي الغرزة مش واضحة خالص معي اهي انا كده بقفل التقرار بتاعي وبعمل جوة تقسيمة الابر بتاعتي اللي احنا اتفقنا عليها ان هي سبع ابر وسطرين انا كده حددت السطرين وبحدد اهو السبع ابر ولازم الواننا تبقى الوان واضحة ما حدش يستخدم اللون الاصفر واحنا شغالين لان اللون الاصفر بيقى من الالوان اللي صعبة جدا انها تظهر معي ده شكل اهو انا قفلت كده السبع ابر والسطرين لكن انا لسه ما رسمتش اي حاجة فيها طيب احنا عندنا قلنا السطر الاولاني هستخدم فيه الغرزة العادية اهي بتاعتي عبارة عن خمس ابر اهو غرزة عادية تمام طب باللون التاني بقى اهو اول واحدة هنا هي عبارة عن غرزة عادية وفي الاخر اهي غرزة عادية يعني مصرفة وفي النص نقطة اهو بالشكل ده كده يبقى احنا كده عملنا اللونين بتوعي السطر الاولاني كان عبارة عن زي ما احنا شايفين عن السبع ابر الخمسة اللي في النص كلهم غرزة ضهر الاولى والاخيرة متسابين فاضين يعني غرزة عيمة عندي بعد كده السطر الاولاني اهو فيه غرزة ضهر هنا وغرزة ضهر هنا وفي النص الغرزة المعلقة وفيه اتنين عين طب عايزين نعمل الاسلوب الخرائصي بتاعنا اهو ده كده سطرين اهو احدد السطرين اهو بالشكل ده كده هتقل عشان السورة تبقى اوضح بالنسبالنا اهو ده كده السطرين بتوعي وناخد بالنا بقى احنا هنا اشتغلنا على الوجه ولا الظهر على وجه الماكينة ولا ظهرها ايوة ده غرزة ايه ده غرزة ضهر يبقى انا هشتغل على الظهر بتاعي مش الوجه اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وادي السبع ايه سبع ابر زي ما احنا شايفين اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وادي السبع طيب السطر الاولاني احنا اتفقنا ان الابرة الاولانية فاضية اهي بالشكل ده كده وبعد كده في خمسة ضهر اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخر واحدة فاضية طيب السطر التاني هنحاول نعمل لون تاني يكون اوضح شوية معي عشان يبقى واضح اهو ده كده اول واحدة اهي غرزة ضهر وبعدين عيمة على اتنين اهو انا بتقل عشان تبقى اوضح معي في الصورة وبعد كده معلقة على واحدة اهي بالشكل ده اهي بعيد تاني عشان تبقى واضحة وادي عيمة على اتنين بالشكل ده اهو وبعد كده تصريف واحدة اهو يبقى انا كده طبعا احنا عندنا الغرز بتاعتنا بتبقى فيها مرونة عشان بتتميز بالمطاطية بتاعتش اهي يبقى انا كده عملت السطر الاولاني اول واحدة فاضية واخر واحدة فاضية وفي النص خمسة ضهر السطر التاني اول واحدة هي ضهر واخر واحدة ضهر اتنين عيمة وواحدة معلقة واثنين عيمة يبقى انا كده عملت الاسلوب رمزي ده كده اسلوب رمزي تاني عشان نبقى واضحين وده اسلوب ايه خرائتي طيب عايزين بقى نعمل الاسلوب التصوير طب هنعمل بقى الاسلوب التصويري هنعمل كم ابرة ايوة على سبع ابرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع ادي السبع ابرة بتوعي وصطرين اهو بس احنا اتفقنا ان انا وانا جا ما جا اشتغل هلاقي ان السطرين عندي مش واضح اي حاجة فهنبدأ نزود ادي عملت السطرين اللي احنا اتفقنا عليه السطر الاولاني او الغرزة زي ما احنا شايفين فاضحة يعني عيمة واخر واحدة عيمة والخمسة اللي في النص غرزة ده اهو ادي الخمسة اللي في النص غرزة ده وحاول يكون القلم ليه سمك عشان كل ما بيبقى القلم ليه سمك الغرزة بتبقى اوضح لان احنا عندنا الخطع المكان اللي يصمك اهو يبقى انا كده عملت السطر الاولين طب السطر التاني اخبوا الواحدة واخر واحدة غرزة ضهر اهي بالشكل ده كده اهو وطبعا المفروض اتنين عيمة وواحدة معلقة المفروض في حاجة اسند عليها بعد كده طبعا كده ما ظهرش اي حاجة تمام فانا هعمل ايه السطر الاول ده انا هرجع اعيده تاني فوق بنفس الشكل بتاعه اهو نفس السطر الاولاني هرجع اعيده تاني فوق عشان بس اقدر اوضح الغرزة بتاعتي اهو السطر الاولاني كان ايه واحدة فاضية والاخيرة فاضية وفي النص ايه الخمسة غرزة ضهر اهو بالشكل ده اهو ادي الخمسة بتوعي غرزة ضهر هنا بدأت تظهر شوية اهو اول واحدة عيمة واخر واحدة عيم طب ابدأ اوصل بقى طبعا كل راس بلون المفروض الساقين بتوعها هيبقوا بنفس اللون اهو بالشكل ده كده اهو تمام والساقين التانيين اهو طبعا هينزلوا لغاية ما يوصلوا الغرزة اللي تحت اهو بالشكل ده كده انا كده بوصل الساقين بتوعي اهو ده كده اول حجر الساق التاني هوصل الساق التاني اهو بالشكل ده كده اهو يبقى انا كده عملت الساق الاول وعملت الساق التاني اهو فاضل بقى القدمين اللي انا هوصل بيهم اهو ايدي القدمين اهو بالشكل ده كده غرزة الدهر اهو طب ودي ايوا هتمشي خط طب ودي هتمشي خط زي ما احنا شايفين طيب الخط التاني بقى اللي هو لونه الاحمر دوت اللي هو ماشي من هنا ده هيعمل ايه بقى الخط ده ايوا احنا قلنا ايه عيمة على اتنين وقلنا ان العيمة على غرزة الدهر بتمشي خط مستقيم اهو هتمشي خط مستقيم اهو بالشكل ده كده وهنعمل لها سمك عشان تبقى واضحة معايا طبعا احنا لو مستخدمين القلم تخين مش هنحتاج ان احنا نعمل سمك لان القلم لو تخين هيلاقي الغرزة بالنسبة لي واضحة اهو يبقى كده عيمة على اتنين بس احنا تفنن هي معلقة على واحدة في النص اهي هتاخد نفس الخط اهو هتطلع بيها اهو احنا معنا كلمة معلقة ايه بقى حد يفكرني كده معناها ان القبرة طلعت لمستوى سمح لها انها طلقت خيط لكن ما تصرفش اهي فعلا اهي لقطت الخيط واحتفظت بيه اهو بالشكل ده كده انا بعمل الصمك هنا عشان اوضح بس عشان تظهر مع بعض اهو بالشكل ده كده انا كده عملت الاسلوب التصويري للغرزة الاوكريديان بتاعتنا وممكن بعد كده با بكمل توصيلات هنا او ما كملياش انا كده وضحت شكل الغرزة عبارة عن سبع ابر زي ما احنا اتفقنا وسطرين السطر الاولاني عبارة عن ايه الابرة الاولانية ما هي دي عبارة عن ابرة اولى الابرة الاولى دي غرزة عائمة وبعد كده خمسة غرزة الضهر واخر واحدة غرزة عائمة السطر التاني الغرزة الاولى غرزة الضهر اتنين عائمة واحدة معلقة في النص هي اتنين عائمة واحدة تصريف عملنا الاسلوب الخرائطي بتاعنا عملنا السطرين اهو وجيت هنا غيرت اللون بس عشان الاقيه اوضح لان الاسود والازرق لقيته مرايبين من بعض فعشان كده استخدمت اللون الاحمر فاحنا نحاول نحن الشغالين نستخدم لونين متبينين يكونوا واضحين معنا طيب وجيت هنا عملت التصويري حددت على مسافات متساوية اربع مربعات عرض واربع مربعات طول وقلت السطر الاولاني الغرزة الاولانية غرزة عائمة والغرزة الاخرانية عائمة والباقي كله غرزة الضهر عملتهم وبعد كده عملت السطر التاني لقيت نفسي مش حاجة واضحة حطيت سطري تالت عشان تبدأ الغرزة توضح معي يبقى احنا كده رسمنا غرز الاكورديان بالاسلوب الرمزي والاسلوب الخرائطي والاسلوب التصويري يبقى احنا كده رسمنا مع بعض غرزتين ايه هم الغرزتين اللي احنا رسمناهم حد يفكرني بيهم كده ايوة رسمنا الغرزة العائمة ورسمنا غرز الاكورديان اللي هي احد اقمشة السينجل جرسين نكمل مع بعض ونشوف الغرزة اللي تانية اللي جاية ايه الغرزة اللي معنا هنا اسمها اقمشة الحشو اقمشة الحشو دي برضو هي تعتبر من احد اقمشة السينجل جرسي احنا اتفقنا ان احنا عندنا تلات اقمشة السينجل جرسي اللي هو تنتج على وجه واحد هو غرزة الضهر هو مين الثلاثة اللي احنا اتفقنا عليهم قلنا الاكورديان وقلنا الحشو وقلنا الوبرية يعني معنى كان العائمة مش من السينجل جرسي لا انا عندي اقمشة السينجل جرسي بدأ من اول الاوكرديان. الاوكرديان والحشو والوبري. طب وليس منها سنجرجرسي لانها بتنتج على وجه واحد وبتنفز بخطين. يعني انا بزود المكناة هنا بخطين. خيط يعمل الغرزة العادية والخط الثاني بيعمل الغرزة العيمة والمعلقة. لكن في غرز الاوكرديان الخط اللي بيعمللي الغرزة العيمة والمعلقة داخل في المنسوج. يعني لو انا فكتها هلاقي الاماشة كلها تفكت. لكن في الغرزة اللي احنا هناخدها دلوقتي سواء الحشو او الوبرية بتبقى فتلة زيادة يعني ايه فتلة زيادة يعني لو انا شدتها من المنسوج هيفضل القمشة زي ما هي طب نكمل مع بعض بقى ونشوف النوع التاني من اقمشة سينجل جيرسي واتفقنا ان اسمها غرزة الحشو غرزة الحشو دي عبارة عن امتداد لاصلوب اقمشة الاكرديان حيث يظهر خيط الحشو في ظهر المنسوج يعني خط الحشو بتاعي بيقى موجود في ظهر المنسوج ولها استخدامات خاصة عند الرغبة في قصطارة القمش نلاقي قطعة القمش بتاعت الحشو دي تقيلة قمشة كده سقيلة ليه قمشة سقيلة عشان فيها خيط زيادة ده شكل اقمشة الحشو بتتم على كم ابرة نعد كده مع بعض على سبع ابر وكم سطر برضو على سطرين طب ولو احنا بصينا هلاقي ان السطر الاولاني شغال كله غرزة دهر والسطر التاني شغال باسلوب الغرزة العيمة والمعلقة بس خط زيادة يعني الخط الاسود اللي قدامي في الرسمة ده خط زيادة عن المنسوج يعني ايه يعني لو انا شديت الفتلة السودة دي هتفضل القمشة عندي زي ما هي بقى انا كل الحكاية اللي انا عملته ان انا زودتها بخط الخط ده انا ممكن استخدمه اثناء عملية القسطرة او ان انا عايزة اعمل قمشة ليها سمك طب عايزين نرسم بقى الغرزة دي ونشوفها تتنفذ ازاي اول حاجة عندنا الغرزة دي على كم ابرة تمام على سبع ابر وكم سطر وسطرين طب نبدأ مع بعض كده ونرسم مع بعض اهو نبدأ مع بعض ادي السبع ابر بتوعي هبدأ زي ما اتفقنا بنحسب ادي الابرة الاولى الابرة التانية التالتة الرابعة الخمسة والستة والسبعة ادي السبع ابر بتوعي وهقفل الخط بتاعي اهو اللي انا بحدد به ولازم احدد عشان تبقى واضحة كده بالنسبالي وادي السطرين اهم زي ما اتفقنا اهي انا عملت كده السطرين وهعمل السبع ابر اهو ادي الابرة الاولى التانية وادي التالتة ايه دي السبع ابر اهم بالشكل ده كده بالشكل ده كده اهو السمت عشان اوضح السبع ابر وهقفل المربع بتاعي بالشكل ده كده وهعمل الخط في النص اهو تمام طيب احنا اتفقنا ان السطر الاولاني عبارة عن ايه كل غرزة ضهر اهو بالشكل ده كده واتفقنا ان رمز الضهر او طيب السطر التاني اتفقنا نقق باصلوب الغرزة المعلقة والغرزة العيمة اهو معلقة على واحدة عيمة على اثنين معلقة على واحدة عشان كده عملنا نقطة معنى النقطة دي ان هي معلقة طيب والمربع الفاضي اتفقنا انها عيمة طيب نيجي للأسلوب الخرائتي اهو هعمل ادي الخط الفاصل ما بين قضيب الابر الامامي وقضيب الابر الخلفي اهو وهعمل مسافة عشان الابر ما تدخلش ببعضها وانا شغالها اهو طيب اجي اعمل قلنا كم ابرة قلنا سبع ابر ادي ابرة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ادي السبعة وهنا برضو السبعة ابرة هم تلاتة اربعة خمسة ستة ادي السبعة ابرة السطر الاولاني كله غرزة ضهر بالشكل ده كده اهو اهو كله تصريف غرزة ضهر والسطر التاني اللي هنعمله باللون التاني عبارة عن ايه اهي هتقل عليها عشان تبقى واضحة معنا معلقة على واحدة اهي بالشكل ده كده معلقة على واحدة وعيمة على اتنين اهي مشت خط لان احنا متفقين ان العيمة خط معلقة على واحدة اهي هتقل عليها قوي عشان توضح معي اهو كده وضحت معي الى حد ما كويس وقادي اتنين اهو عيمة يبقى معنا كده لازم دايما لو انا شغالة ابقى متأكدة ان الواني واضحة متبينة محدش استخدم الالوان الفتحة اتفقنا عشان ما بتبقى الظهرة عندي في الرسمة وبتبقى في مشكلة فيها في التصحيح بعد كده المصاحح بيبقى مش واضح قدامه الغرزة كويس يبقى دي كده معلقة على واحدة عيمة على اتنين معلقة على التالتة عيمة على اتنين ومعلقة على الاخيرة تمام طبعا عايزين بقى نعمل الاسلوب التصوير بتاع زي ما اتفقنا اهو هعمل النقط بتاعتي على مسافات متساوية اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع اه دي السبع ابر بتاعي والسطرين اهو اه دي السطرين اهو طب انا ممكن ازود اه ممكن ازود عايزي خالص ما فيش اي مشكلة بالنسبالي عايزة ازود عشان غرزتي تيبقى واضحة وشكلها كويس ما فيش مشكلة اهو بالشكل ده كده عايزة ازود ما زودش برحتي طب السطر الاولاني احنا اتفقنا ان نشغليه كل غرزة ضهر اهو نشغل كل غرزة ضهر اهو بالشكل ده كده كل غرزة تصريف ضهر اهو بالشكل ده كده السبع ابر بتوان تمام ده انا جيت في السطر التاني عملته زي السطر الاولان الناس تقول لي لا استان يا ميس ازاي مش المفروض السطر التاني ده مع الله وعيمة لا ما انتو لو اخدتوا بالكو وانا بشرح انا قلت ايه انا قلت خط الحشو ده فتلة زيادة فتلة زيادة عن المنسوج يعني انا هعمل القماشة عادي خالص بتاعتي كده اهي وبعد كده بضف لها الفتلة التانية بحيث ان انا لو شدت الخيط هلاقي القماشة عندي زي ما هي متمسكة اهي هعمل الساقين بتاعها عادي خالص اهو بالشكل ده كده ادي الساق الاول وهعمل الساق التاني ايدي يعني هي شكلها في الرسم اختلفتها عن الاكرديان اه طبعا اختلفت لان احنا اتفانا الاكرديان الفتلة دخلة في المنسوج لكن غرزة الحشو والغرزة الوبرية الفتلة زيادة على المنسوج اهو بالشكل ده كده طي اوصل اعمل القدمين بتوع لانا بوصل بهم اهو ادي القدمين بتوع اهو بالشكل ده ولو انا عايزة ازود فوق بزود كمان ولو انا عايزة اعمل فوق غرزة تانية ما فيش مشكلة اهو بالشكل ده كده لو انا عايزة ازودها عشان احس ان الغرزة عندي اوضح اهو بعمل تاني سطر تاني اهو فوق يبقى معنا كده ان قدامي مطلق الحرية ان انا زود لغاية مظهر غرزتي عشان احنا عندنا في الامتحان بنلاقي بنات مقفلة رسمة الغرزة صح لكن مش وقدة درجة نهائية ليه مش وقدة درجة نهائية لان الايد مش مزبوطة الاروان مش واضحة كمان الغرزة مش واضحة يبقى احنا لازم ناخد بالنا من كل ده واحنا شغالين اهو انا كده زودت سطر ما فيش مشكلة طيب عايزين بقى نعمل اه تمام عايزين نعمل بقى الخط بتاعنا اللي هو الغرزة بتاعتنا احنا اتفقنا ان هي ايه معلقة على واحدة وعي معلقة اتنين اهي معلقة على واحدة اهي ايه دي معلقة على واحدة اهي بالشكل ده كده عامة على اتنين اهو بص الخيط نزل ازاي انا بتقل علي عشان يبقى واضح معي اهو وبعد كده طلعت على واحدة تانية احنا بنشغل بخيط اهو بالشكل ده كده اهي وبعدين نزلت على اتنين تانين اهو انا بتقل علي تاني عشان يبقى واضح معي اكتر اهو بالشكل ده كده وبعد كده بخلص تمام يبقى انا كده الفتلة الحمرة دي بقى احنا اتفقنا ان هي الفتلة الزيادة اللي انا لو شدتها هلالقو ماشا عندي ايه صارت زي ما هي نفقاش اي تغيير والخط بس هو اللي تشيل انا بقى ممكن ازود خيط الوبرة الحشو بتاعي دوت على الابرة التانية والابرة التالتة عادي انا فيش اي مشكلة طيب هناخد مع بعض غرزة كمان عشان نبقى خلصنا اقمشت السينجر جرسية النهاردة ودي من اهم الغرزة عندي طب اقمشت السينجر جرسية احنا عندنا الغرزة التالتة هي الغرزة الوبارية. ايه الغرزة الوبارية دي? نفس اسلوب غرزة الحشو ولكن على عدد ابر مختلف يعني ايه عدد الابر مختلف هيكون على اربع ابر بس نشوفها كده مع بعض اهي بتستخدم فيها الغرزة العائمة والمعلقة في انا واحد. تستخدم فيها الغرزة العائمة والمعلقة في انا واحد. طب تمام وايه كمان? ادي شكل الغرزة الوبارية بتاعتي. رمزي وخرائتي وتصوير. هنحاول نخلص اي حاجة منها دلوقتي عشان وقتنا قرى ينتهي. فهنحاول نرسم مع بعض الاسلوب حتى الرمزي والخرائتي بس. هاجي هنا عند الاسلوب الرمزي وهبدأ احدد زي ما اتفقنا ان الغرزة الوبارية على اربع ابر واربع سطور. اربع ابر واربع سطور. وناخد بالنا ان فيه فتلة زيادة. ايه الفتلة زيادة دي? اللي هي داخلة عندي باسلوب الغرزة المعلقة والغرزة العائمة اللي هو اللون المختلف. طيب نبدأ مع بعض كده ونشوف. ادي هبدأ اهو احدد المساحة بتاعتي على اربع ابر واربع سطور اهو. بالشكل ده كده ادي ادي اربع ابر. وهعمل اربع سطور. اهو. وهقفل المربع بتاعي. بالشكل ده كده. اهو. دلو كده تلاتة. هزود الرابع كده. اهي. واقفل المربع بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. قسمته. بالشكل ده كده. اهو. اربع ابر واربع سطور. الابرة الاولانية كلها غرزة ايه? كلها غرزة ضهر. اهي. بالشكل ده كده. والابرة التالتة. برضو غرزة ضهر. والابرة اللي في النص بقى او الصف اللي في النص ده هنعمل فيه ايه? عبارة عن معلقة على واحدة. اهي. نقطة اهي. عيمة على التانية ومعلقة على التالتة. طب والسطور الرابع. العكس. مكان العيمة معلقة ومكان المعلقة عيمة. بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت الاسلوب الرمزي بتاعي. طيب لو حبيت اعمل الاسلوب الخرائتي. برضو هحدد الاربع ابر بتاعي بالشكل ده كده. هنعمل كده الاربع سطور بتاعي. وهرسم الاربع ابر زي ما احنا اتعودنا. وطبعا عشان دي الوقت مرحقناش نخلص الغرزة الوابرية. لكن ان شاء الله بوعيدكم في حلقات قادمة ان احنا هنكملها مع بعض. وناخد كمان غرزة الاستيك. عشان نبقى نهينا الباب الاول. وهناخد كمان ازاي شكل الامتحان بيجي لباب الاول ده من الاباب المهمة جدا. خدنا فيه الغرزة العيمة. ودي بنلاقيها متواجدة معنا في كل امتحاناتنا. خدنا اقمشت السينج الجرسي. وانا ان هي عبارة عن ثلاث غرز. رسمنا مع بعض الاكورديان والحشو. والوابرية بدأنا بالاسلوب الرمزي. وهنكملها ان شاء الله المرة اللي جاية. اتمنى لكم السعادة دايما والنجاح. وياريت تكونوا استفدتوا معي النهاردة. واشوفكم في حلقات قادمة بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى